تستغل روسيا الهدوء العام الذي تشهده مناطق المواجهات في شمال غرب سوريا وتلعب في الوقت بدل الضائع فتدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق شمال شرق سوريا تقول وسائل إعلامية روسية إن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي هبطت في مطار القامش للعسكري تحمل جنود الروسيين تم توزيعهم في مناطق متفرقة من الجزيرة السورية التعزيزات الروسية سبقها وصول أكثر من 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية قبل أيام إلى مطار القامش لأيضا المختلف بالتعزيزات الجديدة أنها تضم جنودا من القوات الروسية خضعوا لتدريبات خاصة لتعزيز الشرطة العسكرية التي وصلت سابقا ومهمتها بحسب المصادر إعادة الأمن للمنطقة التي تشهد توترات كبيرة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في الحسك والقامش ل إضافة إلى حماية الحركة التجارية حتى طريق أمفور الواصل من أقصى الشمال الشرقي في القامش لي إلى حلب في الشمال الغربي تحاول روسيا فرض وجودها العسكري في المنطقة الأكثر تعقيدا في الملف السوري لكثرة اللاعبين فيها فتستغل موسكو جملة من العوامل الداخلية والخارجية فالتغيرات الكبيرة الحاصلة في البيت الأبيض أتاحت فرصة كبيرة لنشر قواتها في المنطقة الشرقية إضافة إلى زيادة التوترات بين نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وضغوطات أنقراء الرامية إلى السيطرة على عين عيسى المدينة المهمة للإدارة الذاتية شرق الفرات